رحل الفنان مصطفى فاهمي عن عالمنا في الساعات الأولى من فجر اليوم الأربعاء عن عمر يناهز 82 سنة بعد سراع طويل مع مرض السرطان وقالت مصادر مقربة من الفنان حسين فاهمي إن الفنان الراحل مصطفى فاهمي نقل إلى المستشفى وذلك بعد أزمة صحية حرجة ثم قرر الأطباء نقله للمنزل بعد الإتمانان على حالته الصحية وأجراء بعض الفحصات وأكد المصدر إن الراحل مصطفى فاهمي تعرض لأزمة صحية حوالي الساعة 11 من مساء أمس استوصلت أسرته مع المستشفى لنقله لمحاولة إنعاشه وعادته للمستشفى مرة أخرى لكن قد نفذ أمر الله قبل وصول الإسعافات الطبية لمنزله وكان الفنان مصطفى فاهمي قد خضع في أغسطس الماضي لعملية جراحية دقيقة في ألمخ لإزالة ورم وبعد أن أجريت لفاهمي عملية جراحية في المخ لإزالة الورم تدهورت حالته الصحية حتى وفاته وشيعة جسمان الفنان الكبير مصطفى فاهمي بعد صلاة الظهر اليوم من مسجد أنيل بالدوق والدفن بمقابر العائلة في السادس من أكتوبر وكان قد رحل النجم مصطفى فاهمي شقيق الفنان الكبير حسين فاهمي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم وشيعة جسمانه من مسجد أنيل بالدوقي بحضور شقيقه النجم حسين فاهمي الذي عاد من مدينة الجونة عقب وفاة شقيقه خالص العزاء لأسرة الفنان الكبير مصطفى فهمي وخالص العزاء للفنان الكبير حسين فهمي ولكل محبين الفنان مصطفى فهمي